بسم الله مرحبا بكم في درس جديد من دروس تطوير في الصف الثالث ثانوي في الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات وموضوعنا هو الدراسات التجربية والدراسات المسحية والدراسات القائمة على الملاحظة في جزئه الثاني من إعداد سميرة السالم ومن تقديم صالح شميمري فآهلا ومرحبا بكم سنتعلم إن شاء الله الدراسات المسحية والتجربية والقائمة على الملاحظة أيضا سنتعلم الارتباط والسببية أخذنا في درس سابق الدراسات المسحية وأخذنا الدراسات المتحيزة والغير متحيزة كما أخذنا الأسئلة المتحيزة والأسئلة الغير متحيزة الآن إن شاء الله سنبدأ بالدراسات القائمة على الملاحظة والدراسات التجربية إذن الدراسات القائمة على الملاحظة ما هي الدراسات القائمة على الملاحظة؟ هي دراسة تتم من خلالها ملاحظة الأفراد دون أي تدخل من الباحث لمحاولة التأثير على هذه النتائج مثال عند إجراء الباحث تجربة لملاحظة الطلاب بعد الانتهاء من وجبة الإفطار هل يتم إلقاء المخلفات على الأرض أم يتم وضعها في المكان المخصص لها؟ طبعا هنا هذه التجربة لا بد أن تعتمد على الملاحظة فقط لأن الطلاب لو علموا بوجود هذا الدارس لتجربة فإن الجميع سيلتزم بوضع المخلفات في أماكنها المخصصة إذن الآن الدارس أثر على الطلاب في نتائج الدراسة وبالتالي هذه الدراسة لا بد أن تتم على هذه الملاحظة أما الدراسة التجربية فهي دراسة تتم من خلالها تعديل متعمد على الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء قيد الدراسة ثم رصد هذه النتائج لهذه التجربة مثال دراسة تأثير دواء معين على هذا الحيوان طبعا هنا يسمى هذا الحيوان التجربة ثم ترصد هذه النتيجة لهذا الدواء لدراسة تأثير هذا الدواء على مرصد ما سنأخذ الدراسات التجربية وأنواعها الدراسات التجربية لدينا مجموعتان لهذه الدراسات التجربية المجموعة التجربية والمجموعة الضابطة المجموعة التجربية هي مجموعة من الحيوانات أو الأشخاص أو الأشياء التي تخضع للتجربة أو المعالجة أما المجموعة الضابطة هي مجموعة الحيوانات أو الأشخاص أو الأشياء التي لا تخضع لهذه التجربة أو هذه المعالجة طبعا الفرق بين المجموعة التجربية والمجموعة الضابطة المجموعة التجربية هي المجموعة التي تتعرض للتجربة مثل هي المجموعة التي تأخذ الدواء مثلا أما المجموعة الضابطة هي المجموعة التي لا تتعرض للتجربة أي أنها لا تتعرض لأخذ الدواء هنا مثلا وتكون تحت ظروف عادية يعني مثل مجموعتين مجموعة أخذ الدواء ومجموعة لا تأخذ الدواء هنا دراسة شملت مجموعة معينة مجموعة تجربية وهي التي أخذ الدواء ومجموعة ضابطة وهي التي لم تأخذ هذا الدواء ما فائدة الباحث من هذه المجموعات؟ الفائدة هنا أن الفرق بين المجموعتين التجربية والضابطة يكون ناتج عن تأثير التجربة وتكون هذه التجربة أو الدراسة غير متحيزة عندما لا يعلم الأفراد لأي مجموعة ينتمون إذن الفرق بين الدراسة القائمة على الملاحظة والدراسة التجربية هو أن الدراسة القائمة على الملاحظة من 100 شخص اختر فقط 50 شخصا واخضعهم للتجربة أما الدراسة التجربية من 100 شخص اختر منهم 50 شخص واخضعهم للتجربة بينما لا تخضع الفئة الأخرى 50 للتجربة هذه طبعا هنا في الدراسة القائمة على الملاحظة اجمع البيانات وحللها وفسرها أيضا هنا اجمع البيانات وحللها وفسرها هنا في الدراسة القائمة على الملاحظة فقط خمسين اشتركوا بالتجربة هنا في الدراسة التجربية كل المئة شخص اشتركوا بالتجربة لأنك تدرس الفرق بين الفئتين الخمسين الذين اخضعوا للتجربة والخمسين الذين لم يخضعوا لهذه التجربة إذن الدراسة هنا شملت جميع المئة شخص مثال حدد ما إذا كان الموقف الآتي يمثل دراسة تجربية أو دراسة قائمة على الملاحظة وفي حال الدراسة التجربية اذكر كل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجربية ثم بين ما إذا كانت الدراسة متحيزة أم غير متحيزة اختر ثمانين طالبا جامعيا نصفهم درس الإحصاء في المدرسة الثانوية وقارن نتائج المجموعتين في مساقل للإحصاء تم تدريسه في الجامعة ما رأيكم بهذا الموقف؟ الموقف هنا دراسة قائمة على الملاحظة لماذا؟ لأنه لم يجرى أي تعديل أو تأثير على هذه العينة طبعا هنا الدراسة غير متحيزة لأنك اخترت ثمانين طالبا جامعيا نصفهم درس الإحصاء في المدرسة الثانوية أو قارن نتائج المجموعتين في مساقل الإحصاء بنفس السؤال سنحدد ما إذا كان الموقف الآتي يمثل دراسة تجربية أو دراسة قائمة على الملاحظة وفي حال إذا كانت الدراسة تجربية سنذكر ما هي المجموعة الضابطة وما هي المجموعة التجربية ثم سنبين ما إذا كانت الدراسة متحيزة أم لا الموقف هو قبل الاختبار قام المعلم باختيار شعبتين من الصف نفسه بشكل عشوائي وقام بمراجعة المادة لطلاب أحدهما بينما لم يراجع المادة لطلاب الشعب الأخرى ثم قام بمقارنة نتائج الاختبار لهما هنا من الملاحظ أن هذه الدراسة على طول هي دراسة تجربية لدينا في الدراسة التجربية مجموعتين مجموعة تجربية ومجموعة ضابطة هنا المجموعة التجربية هي الشعبة التي راجع لها معلم المادة أما المجموعة الضابطة هي الشعبة الأخرى التي لم يراجع لها هذا المعلم طبعا هنا الدراسة متحيزة لأن كل الطالب في هذه المجموعات يعرف إلى أي مجموعة ينتمي إليها سنسأل السؤال المهم كيف نعرف متى نستخدم الدراسة المسحية أو الدراسة التجربية أو الدراسة القائمة على الملاحظة نستخدم الدراسة المسحية عند الرغبة في جمع البيانات أو أرى أفراد المجتمع حول موضوع معين أما نستخدم الدراسة القائمة على الملاحظة عند الرغبة في دراسة أثر معالده سابقة تعرض لها أفراد من المجتمع دون التأثير عليهم من الباحث أما نستخدم الدراسة التجربية عند الرغبة في اختيار طريقة جديدة في دراسة نتائج معالجة مقصودة يؤثر الباحث بها في المجموعة من الأفراد يتم تعيينهم عشوائيا إذن قبل إجراء أي دراسة لابد أن نشاهد ما الهدف من الدراسة هل الدراسة محاولة تأثير أو هل الدراسة معرفة نتائج أو هل الدراسة مقارنة فئتين أحدهم وتعرض لموقف ما وأحدهم لم يتعرض إلى هذا الموقف مثال حدد إذا كانت الحالة الآتية تتطلب دراسة مسحية أو دراسة قائمة بالملاحظة أو دراسة تجربية وفسر إجابتك تريد استطلاع آراء طلاب مدرسة ثانوية حول وسيلة المواصلات المدرسية باستعمال من قياس متدرج أولا لا أوافق مطلقا وأخيرا أوافق بشدة طبعا هنا دراسة مسحية لأنك تريد استطلاع آراء وبالتالي هنا دراسة مسحية دراسة شملت مجتمع تم طرح السؤال عليهم ووضعوا إجاباتهم ضمن المقياس معين طبعا هنا دراسة غير متحيزة لأن الاستطلاع شمل آراء جميع طلاب هذه المدرسة الثانوية بنفس السؤال اختر مئة طالب ووزعهم في مجموعتين متساويتين عشوائيين الأولى تسير إلى المدرسة مشين على الأقدام والأخرى لا تفعل ذلك هنا دراسة تجريبية وبالتالي الدراسة التجريبية عندي مجموعتين مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة المجموعة التجريبية هي التي تسير على الأقدام المجموعة الضابطة هي التي لا تسير على الأقدام والدراسة هنا متحيزة لأن كل طالب يعرف أي مجموعة ينتمي إليها هل المجموعة التي تسير أو المجموعة التي لا تسير على الأقدام واضح من الدراسة هنا أن الدراسة هذه التجربية لأنها عندي فئتين مجموعة تجربية ومجموعة ضابطة سنأخذ الآن التمييز بين الارتباط والسببية لدينا الارتباط ولدينا السببية الارتباط هو وجود ظاهرتين كل منهما يؤثر على الآخر فهي عبارة تظهر ارتباطا بين ظاهرتين ويمكن أن نجد أسباب أخرى تعطي نفس النتيجة أما سببية وجود ظاهرتين يكون وقوع أحدهما سببا مباشرا في وقوع الظاهرة الأخرى طبعا هنا هي عبارة سببية بين ظاهرتين ولا يمكن أن تجد أسبابا أخرى تعطي النتيجة نفسها مثال بيّن ما إذا كانت العبارة الآتية تظهر ارتباطا أو سببية ثم فسر إجابتك عندما أدرس سأحصل على تقدير ممتاز هنا ارتباط لماذا؟ لأنه ليس بالضروري أنك عندما تدرس ستحصل على تقدير ممتاز قد تحصل على جيد جدا وقد لا تتوفق تحصل على جيد إذن هنا ارتباط لأن الدراسة قد تساعد على الحصول على تقدير ممتاز ولكنها غير مضمونة إذن هنا حصولك على تقدير ممتاز في حال دراستك هو غير مضمون مئة بالمئة تدريب هل هذا ارتباط أم سببية؟ يكون مد البحر أعلى عندما يكون بدرا طبعا هنا سببية لماذا؟ لأن القمر عندما يكون بدرا لها تأثير مباشر على ارتفاع المد إذن مراحل القمر هنا له تأثير مباشر على ارتفاع المد بنفس السؤال فئران المختبر التي تمنع من النوم يكون معدل أو زانها أقل هنا ارتباط لماذا؟ لأنه ليس من الضروري عند قل النوم يكون معدل الوزن أقل تقويم حدد ما إذا كان الموقف الآتي يمثل دراسة تجريبية أو دراسة قائمة على الملاحظة وفي حال إذا كانت الدراسة تجريبية اذكر كل من المجموعتين الضابطة وتجريبية ثم بين ما إذا كانت الدراسة متحيزة أم لا اختر 300 شخص وقسمهم عشوائيا على مجموعتين إحداؤهما تقرأ القرآن لمدة ساعة قبل النوم والأخرى لا تفعل شيئا ثم قارم بين كيفية نوم كل من المجموعتين طبعا هنا دراسة تجريبية لأنه عندك أصلا مجموعتين إذن هنا دراسة تجريبية وهاتين المجموعتين إما أن تكون مجموعة تجريبية أو تكون مجموعة ضابطة المجموعة التجريبية هي التي تقرأت القرآن قبل النوم أما المجموعة الضابطة هي التي لا تفعل ذلك وهي التي لا تقرأ القرآن قبل النوم طبعا هنا التجربة منحاجة أو متحيزة لأن كل مشارك هنا يعرف إلى أي مجموعة ينتمي إليها هل هي المجموعة التي قرأت القرآن قبل النوم أو المجموعة التي لم تقرأ القرآن قبل نومها سؤال هنا بين ما إذا كانت العبارة الآتية تظهر ارتباطا أو سببية ثم فسر إجابتك عندما أمارس الرياضة أكون في وضع نفسي أفضل طبعا هنا ليس من الضروري أنك عندما تمارس الرياضة سيكون سببا في أنه سيضع سيتك أفضل إذن هنا ارتباط وبالتالي لماذا؟ لأن الرياضة قد تساعد على أن يكون الوضع النفسي أفضل ولكنها غير مضمونة ماذا تعلمنا لهذا اليوم؟ تعلمنا أنه من أنواع الدراسات الأحصائية دراسة قائمة بالملاحظة ودراسة تجربية الدراسة التجربية لدينا مجموعتين مجموعة تجربية ومجموعة ضابطة المجموعة التجربية هي التي تعرضت إلى تعديل معين أما المجموعة الضابطة هي التي لم تتعرض إلى هذا التعديل طبعا هنا التمييز بين الارتباط والسببية الارتباط هو وجود ظاهرتين كل منهما يؤثر على الآخر أما سببية وجود ظاهرتين يكون وقوع أحدهما سببا مباشرا في وقوع الظاهرة الأخرى نشكر لكم حسن استماعكم إلى اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم